ظاهرة الاشتقاق في اللغة العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أيها الأعزاء سنتحدث في هذا اليوم عن الاشتقاق في اللغة العربية وقبل أن نتحدث عن أهم تفاصيل الاشتقاق دعونا نعرف معنى الاشتقاق لغة واصطلاحا ففي اللغة هو أخذ شيء من شيء واصطلاحا هو أخذ كلمة أو أكثر من كلمة أخرى والاشتقاق يا أعزائي أربعة أنواع الأول يسمى بالاشتقاق الصغير وهو يعني اشتقاق كلمة من كلمة أخرى متفقة معها في المعنى والحروف وترتيب الحروف مثل علم وعالم وعلامة عليم ويعد هذا النوع أشهر أنواع الاشتقاق والذي منه اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة أما النوع الثاني من الاشتقاق فهو الاشتقاق الكبير وهو يعني اشتقاق كلمة من أخرى متفقة معها في المعنى والحروف مع اختلاف ترتيب الحروف مثل رجب وجبر وثالث أنواع الاشتقاق هو الاشتقاق الأكبر وهو يعني اشتقاق كلمة من أخرى تتفق معها في المعنى فقط بينما الحروف قد تختلف في أحدها مثل قولنا هدل الحمام وهدر الحمام أما آخر أنواع الاشتقاق فهو الاشتقاق الكبار والذي يسمى أيضا بالنحت اللغوي وهو يعني اشتقاق كلمة من عدة كلمات لتدل على معنى تلك الكلمات وهو ثلاثة أنواع أولها النحت الفعلي وهو اشتقاق فعل من جملة يدل عليها مثل الفعل حوقلة اشتق من جملة لا حول ولا قوة إلا بالله والفعل بسملة المشتق من جملة بسم الله الرحمن الرحيم والفعل حمدلا المشتق من جملة الحمد لله وثاني أنواع الاشتقاق الكبار هو النحت الإسمي وهو اشتقاق اسم من الجملة مثل جلمدة المشتق من الجملة جلدة وجمدة وثالث أنواع الاشتقاق الكبار هو النحط النسبي وهو اشتقاق ما ينسب إليه مثل عبشمي المشتق من عبد شمس وبهذا نكون قد أتممنا الحديث عن أنواع الاشتقاق ومن المهم أن ألفت انتباهكم أيها الأعزاء إلى اختلاف العلماء حول مصدر الاشتقاق فهل نشتق من الفعل أو من مصدره؟ وهناك ثلاثة آراء للعلماء في ذلك والرأي الأول يرى الاشتقاق من الفعل ويعيدون ذلك إلى أن المصدر يتبع الفعل في الصحة والإعلال ويؤكد الفعل ويعمل في المصدر مثل قولنا قام قياما وضرب ضربا وأكل أكلا وعمل عملا وأن هناك أفعال جامدة لا مصادر لها مثل حب ذا وليس أما الرأي الآخر للعلماء مثل قولنا بينما الرأي الثالث هو الراجح وهو يرى أن الاشتقاق يكون من الفعل أو الاسم أو حتى الحرف وبقي أن أضيف أيها الأعزاء بأن هناك من يرى أن الاشتقاق توقيفي إلا أن هذا الرأي يخالف مرونة اللغة والأغلب يرى أن الاشتقاق قياسي لمرونة اللغة العربية واستيعابها لكل العصور والمستجدات أترككم على خير أيها الأعزاء مع السلامة